وفي بغداد حيث البوصلة الحكومية تتحرك باتجاهات مختلفة وبخطة متسارعة نفى المستشار العالمي لرئيس الوزراء هشام الركابي وجود شروط مسبقة لزيارة رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني إلى واشنطن فيما تؤكد مصادر مطلعة عودة الملف العراقي إلى دائرة الاهتمام الأولى في الوسط الرسمي الأمريكي بعد التحقق من جدية السودان في معالجة ملفات الأمن والاقتصاد والسياسة بعقل مفتوح يعتمد الشراكة بديلا عن الأقصاء لحل الخلافات الداخلية ومنع تهريب الدولار تحت مسميات مختلفة المصادر تشير إلى انتقالة مهمة في التفسير الأمريكي لمتغيرات المشهد العراقي حيث حل التفاهم بديلا عن النظرة السلبية بعد التأكد من رغبة السودان لتمثيل جميع القوى السياسية وليس البيت السياسي الشيعي فقط مع وجود أرضية مشتركة لبناء الثقة المشتركة حسب ما يعتقد السفير الأمريكي الأسبق في العراق دوغلاس سليمانا ترجمة نانسي قنقر